بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعنه حديثنا عن النعمة الكبرى والمنة العظمى ألا وهو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الذي قال مخبرا ومعلنا أنا سيد الناس يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم نعمة في هذا الوجود عندما قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياته لننتفع بأنوار القرآن وأسراره كما يقول سيدنا عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم لو أن هذه القلوب هويئت للقرآن لداومت على قراءته وما شبعت من تلاوته يطلو عليهم آياته ويزكيهم هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حضارة هي رقي تفيدك أيها الإنسان وأنت تنتفع بما فيها كما يقول سيدنا جعفر للنجاشي كنا قوما أهل جاهلية يحكي الحالة التي كانوا عليها قبل مجيء رسول الله كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونعبد الأوثان حتى إذ كنا على ذلك إذ بعس الله فينا رسولا منا هذه هي النعمة الكبرى رسول الله نعرف نسبه وصدقه فأمرنا بمكارم الأخلاق وأن نعبد الله ونوحده وأن نبتعد عن عبادة الأصنام والأوثان وأمرنا بصلة الأرحام وحسن الجوار أنظروا إلى هذه النقلة كيف نقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع من الحالة السيئة التي كانوا عليها إلى هذا الرقي وإلى هذه الحضارة العظيمة وكذلك سيدنا عمر يحكي الحالة التي كانوا عليها قبل مجيء رسول الله يقول كنا أذل قوم ولا يقصد بالزلة المهانة ولكن يقصد بالزلة أنهم لم يكن معهم منهج دستور يسيرون عليه لم يكن معهم نور من الله سبحانه وتعالى فأعزن الله بالإسلام بهذا المنهج ولذلك قال بعض المستشرقين لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى علمكم الدخول إلى الخلاء الكيفية التي تدخل بها إلى الخلاء انظروا إلى هذا الدين يأمرك أن تذكر اسم الله قبل أن تتناول الطعام وبعد الانتهاء من الطعام أن تقول الحمد لله ينظم لك حياتك وينظم لك وضعك هذا هو السر في هذا الرقي لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم انقلني من زل معصيتك إلى عز طاعتك إذا قدمت أمر الله كنت عند ربك مقدما ينبغي عليك أن تجعل ربك أول كل شيء في حياتك ينبغي عليك أن تقدم ربك على كل شيء في هذه الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم هو النور الذي جاء إلى هذا الوجود قال ربنا سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يحكي عبد الله بن عباس فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم إذا تحدث إلى الناس رؤيك النور يخرج من بين سناياه النبي صلى الله عليه وسلم النور والهداية وهو المرشد وهو الذي إذا اتبعنا منهجه وطريقه أفلحنا وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بالجنة وبرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عنا عن حالنا نحن يقول إن من أشد أمتي حبا لي أناس أو ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله الواحد منا يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن يضحي بنفسه وبروحه وبجميع ماله وبما ملك من هذه الدنيا إن من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله ولذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد حزرنا ربنا سبحانه وتعالى من الابتعاد عن هذه المحبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ينبغي عليك أن تقدم حب رسول الله على كل شيء فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعة واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة